قبل ما نفوت نعملها الزارع العدم عملت لها شي اسمه Guided Surgery يعني على صفصر معين قررت هين بدى يحطي لها الإمبلنت ليكونوا محطوطين بالطريقة المناسبة لـ Future Crowns دعني أفراجيكم كيف اعملتوا هذا الكيس للعمل عملت لها Virtual 2 Crowns وهذا الأساس قدرت يحطي لها الإمبلنت يكونوا بمحلهم المضبوط إمبلنت رح يكونوا موجودين أو فيتين بنص الـ Crowns بعد ما نخلص الـ Design نعمل الـ Surgical Guide هون رح يفوتوا الـ Two Implants ما بيصير فيه ولا غلطة بالـ Implant Positioning وبينحطوا وين أنا قررت على هذا الـ Software هذا هو الـ Surgical Guide هذا 3D Printed يأتي من المختبر ومثما أعملنا الـ Design ومثما أعملنا الـ Design ومثما أعملنا الـ Tealconabel هناك اثنين هولز هون رح يفوتوا الـ Implants During the Surgery موسيقى 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 سوف أرجعكم على الـ X-rays لتفهموا أكثر كل هذا بالأبيض هن الـ Particles اللي نضعه بالـ Sinus مثل ما تشوفه هون الفرق بين هذه الصورة Before وهون After هلأ بعد 6 شهر بيكون ختم إذا بدنا العظم حوالها الـ Implant ونستطيع أن نضع لها 2 crowns وبتصير فيها تأكل علينا